اشتركوا في القناة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد on continue notre dars notre étude de cette رسالة ناثعة وصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل الشيباني رحمة الله عليه et on arrive au sujet de البدعة كما قال رحمة الله عليه وَتَرْكُوا الْبِدَعُ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ تقدم معنا الكلام في البدعة et on avait vu ensemble avec كلام أهل العلم أن البدعة صلفة الدين وفي الدين إما رجوع إما اندومنشون بالنية التعبد في الحقيقة في الحقيقة سي من باب تحريف أو التحريف لدين الله عز وجل ونبي أن هذا الدين الكامل الدين الكمبلت فالإنسان يعمل بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم أما الابتداء في الدين فأنا يبيك ستتخيط خيغرب ونبي ستالأدلة من القرآن ومن السنة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو فهو رد كذلك ونبي ستاقوال السلف في ذنب البدع نعم ونبي ستاقوال كذلك الأسباب أسباب الوقوع في البدع يديكوز كالجهل ومخالطة أهل الأهواء والتقليد ونبي ستاقوال الاستحسان ونبي ستاقوال الهواء يوجود بإذن الله عز وجل نعم وانشاهر ومخالطة بالبدع وكل بدع ти نظلال هلا Dew催 وكذا ايتر ونبي ستاقوال كذلك إنه بخصيز رحمة الله علي أن كل بدعة شك بدعة تود بدعة ضلالة هذا سي الحكم على البدعة الججمان دون بدعة سي من الضلال البدعة سي حرام البدعة سي دولي قرمو قال الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى البدعة ليس فيها حسنة هذا كلام طيب لأن بعض الناس كما تعلمون من الجهال من الضلال سي كذلك السنة على حقيقتها بعضهم يظن أن هناك من البدعة ما هو حسن يصبح كلام بعض الآئمة كذلك معصومين كل يأخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما نحن أن هؤلاء الآئمة سي دمجتهدين يسسون تخمي في هذه المسألة الآن نحن سكي نوز انتغس أولاً سي دصبر أن الحكم دل بدعة سي دول بدعة سي دول بدعة سي من الضلال سي محرام فليهذا قال الشيخ نبازة البدعة ليس فيها حسنة قم تخير ماش كسيرتان يبخيطان الآن من أهل الأهواء يبخيطان أنه ست بدعة لحسنة قال الشيخ نبازة كلها ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة هذا الحديد صلى الله عليه وسلم هذا الحديد عظيم هذا الفصل في المسألة لا يجوز لأحد أنه يدلس حديد ويبخيطان أن من البدعة يد بدعة حسنة لا يجوز له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من الفاظ العموم سنقلبتو كل بدعة ضلالة قال الشيخ نباز هذا كلام عظيم وقاعدة كلية عظيمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم كلام عظيم سنقاعدة سنغيقل سنفوند ما في الدين شك بدعة سي من الضلال فلا تلتفت إلى قول من قال أن البدعة تنقسم إلى أقسام كما سيأتي معنا أن بعض الأئمة منهم الإمام النووي رحمة الله عليه إلا بخير تنجو أن البدعة يوجد كاتيجوري وهذا الحقيقة سهل كلام يخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن الإمام النووي رحمة الله عليه إلا بخير تنجو أن البدعة يوجد كاتيجوري لكن الخطأ يحصل قال الشيخ بنباز رحمة الله عليه أو سؤال إلا بخير تنجو عن هذه المسألة أي سيختنزمام كالإمام النووي وكذلك العز بن عبد السلام بعض العلماء الأئمة يزن دمون تخي أن من البدعة ما هو واجب ما هو السنة ما هو مستحب ما هو مباح ويزن دمون تخيص على هذه المسألة فأسوئل الشيخ رحمة الله عليه عن هذه المسألة فأجاب قال فهذا الذي نقلته عن النووي في تقسيم البدعة نعم ذكر هذا في شرح صحيح مسلم الإمام النووي إلا خمسة أقسام قد ذكره جماعة من أهل العلم الإمام النووي ce n'est pas le seul à voir citer هذا جماعة un groupe de savants ils ont اجتهدوا et ils ont cité ce قول أن البدعة يوجد كاتيجوري لكن قال الشيخ بنباز وقالوا هؤلاء العلماء إن البدعة تنقسم إلى أقسام خمسة واجبة ومستحبة ومباحة ومحرمة ومكروها هذا في الحقيقة فوزالبوغ أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يرد على هذا التقسيم نعم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقب كانت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول واضح Il y a un savant يخلف ce قول من أهل العلم من أهل الفضل من أهل السنة إن شاء الله إن الله إن أحسن عليه وسلم como هؤلاء إن أحسن يجري إنه يج Isso με أكثر لكن Itís uma épreuve Pour ceux qui suivent Est-ce que tu vas revenir au حق Ou tu vas suivre aveuglément Cet imam Que Allah subhanahu wa ta'ala Il ne t'a pas ordonné de le suivre Allah il t'a ordonné de suivre Le savant il t'aide Il te facilite Tu lui poses tes questions Il te montre cette sonne Si lui même il la délaisse Pour une raison quelconque Ou il se trompe Tu le suis في هذا Il est le nabi C'est des savants Comment ils ont fait pour dire cela C'est des imams Non, tu es une question Que le savant c'est l'anbiya Le savant il peut se tromper Même une chose qui paraît claire pour toi C'est une erreur Et tu n'as pas vu que Allah subhanahu wa ta'ala Il l'éprouve l'ibad Comme il dit Le savant il peut se tromper Il se trompe dans certaines messales Et parmi les sagesses في هذا Allah subhanahu wa ta'ala Il éprouve ces imams Est-ce qu'ils vont suivre son prophète Muhammad alayhi salatu salam Ou ils vont suivre un autre Il t'éprouve avec un alim Un fadil Et il se trompe Et vous savez quoi ta position Akhi l'kérime Le taqlid c'est une maladie Le moumine est membre Il n'est pas le taqlid C'est ce que vous dites Maintenant Il n'est pas le taqlid Il n'est pas le taqlid Il n'est pas le taqlid C'est ce que vous dites C'est ce que vous dites C'est ce que vous dites Il n'est pas le taqlid Il ne peut plus rester de nizak Après ça Il n'est pas le taqlid Il dit لا تنقسم إلى هذه الأقسام التي ذكرها النووي وغيره بل هي كلها ضلالة هذا كلام الإمام عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه أنه كلام النبي صلى الله عليه المقدم ولا شكو لا رأي قال والبدعة تكون في الدين لا في الأمور البباحة كذلك سمت أن التقسيم في الحقيقة يجب أن نحن سكون فيز سكو دمام أحمد هو كل بدعة ضلالة وكذلك سمت يسأل فيه سمت 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 لكن شيء مباحة ليس مراد هنا لكن قد يقول قائل فمتلا لإمام النووي الآن يفعل شيئا في الدين لكن بعض الجوهال يقول لإمام النووي أو غيره يقول أنه يكون لئي في الدين قال والبدعة تكون والبدعة تكون في الدين لا في الأمور المباحة فالتنوع في الطعام على وجهين جديد لا يُعرف في الزمن الأول لا يُسَمَّ بِدْعَة يُعرف في الزمن الأول يُعرف في الزمن الأول الآن on a des nourritures qu'à l'époque ils n'avaient pas des boissons à l'époque ils n'avaient pas لغة تكون في الدين c'est une chose qui a été inventée qu'il n'y avait pas avant لكن في الدين الله لا لأن 7 nourritures أو 7 boissons ce n'est pas une عبادة en elle-même هذا شكرا ويبا هذا على كل حال البدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة قول لإمام محمد الاب بيس واندلي فلا تلتفيت لهذا لا تلتفيت أن ستقسيم أن البدعة يدي حسن يدي السيء آية آبدا البدعة في الدين سمن الضلال وهنا شبهات حول هذا بعض الناس يستدلون بقول عمر رضي الله عنه فنعمة البدعة هذه تعلمون عمر قلت لغاست للمشيء في الترويح دي غير مميم على مسكي إلى دي ستبغول رضي الله عنه فنعمة البدعة هذه أي سن بالبدعة بعض الناس يستدلون بهذا يريد أن خلاص من البدعة ما هو حسن سن بالبدعة حسن لكن اسمع إلى جواب أهل العلم هذا سمت الأمر الأمر يريد أن أهل العلم يا جماعة يا إخوان هذا الدين إذا تريد أن تفهم يريد أن يريد أن أهل الخبر أهل الحديث يريد أن علماء السنة والله الحم من نعمة الله عز وجل أن شك زمان شك إبوك يد علماء والله الحم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين طائفة من أجل هذا سمعه يوجد أن هذا سمعه بعد أن السيسسون إلا لا يمكن فنعمة هذه فنعمة فنعمة نعمة البدعة هذه نقول إلى أن قال قال نقول أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك البدعة مع حسنها وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية فس من باب أنه سنبدعة أي من باب اللغة طبعا من باب انبدعة في الدين أبدا ثم قال لأن سترويح كعمر لذي نعمة البدعة هذه النبي صلى الله عليه وسلم لا فئ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا أي في زمانه يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادا وقد قال لهم في الليلة الثالثة والرابعة لما اجتمعوا أي النبي صلى الله عليه وسلم pendant 3 nuits il a fait ترويح أي il a prié en groupe la nuit du رمضان au مسجد ce qu'on appelle ترويح première nuit deuxième nuit troisième nuit et les gens ils ont commencé à se rassembler de plus en plus quand الصحابة ils ont entendu que النبي صلى الله عليه وسلم ils faisaient 7 salats في المسجد ils se sont rassemblés derrière lui حتم تلال المسجد quatrième nuit قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم quand ils se sont rassemblés la quatrième nuit il a dit priez faites salat chez vous j'ai peur que cette salat elle devienne obligatoire est-ce qu'il l'a fait نعم pourquoi il l'a délaissé خَشِيَتْ أَلِفْتِرَا الآن est-ce que c'est une bida لا النبي صلى الله عليه وسلم il l'a fait لكن النبي صلى الله عليه وسلم vu que la révélation elle descendait sur lui il avait peur que la révélation elle rende obligée cette salat et ça devient il a préféré de laisser salat et النبي صلى الله عليه وسلم il a appuyé par le wahi قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الآن t'as compris auولا أن التراويح que عمر il a refait après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم après la mort d'Abou Bakr le prophète صلى الله عليه وسلم il l'avait fait avant lui donc c'est pas une bida قال النبي صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراب pourquoi النبي صلى الله عليه وسلم il n'est pas sorti au fiqh salat dans le masjid il avait peur que ça devienne obligatoire قال c'est pour ça qu'il a dit bida il y en a il les a rassemblés au masjid et ils ont éclairé le masjid et ils se sont rassemblés avec un seul imam et ils ont pris derrière lui donc Omar il a dit ni'matul bid'ahali ayy min bab l'ouga amma asle l'ibad le nabi صلى الله عليه وسلم il l'a fait et il a démontré les sahabas ils ont pris derrière lui il a délaissé par peur de la révélation elle descend et ça devient obligatoire est-ce qu'à l'époque est-ce qu'à l'époque de Omar la révélation elle descend la révélation elle s'arrêtait avec la mort du prophète il a plus de crainte donc il les a rassemblés et l'an tarawih sin sunnah jusqu'à yu'ma l'Qiyamah ça peut plus devenir obligatoire abdann l'an l'Allah azawajal kall l'yowma akmaltu l'akum d'inakum wu atmamtu alaykum n'yam ti al-dine l'e l'e pangmisa d'in attrawih se mustahab sin sunnah s'it obligatoire hada hada s'ajwa t'ayyib de shiq l'islam rahmatullah alayhi kalla fassummi yabid'a l'an hu fill l'u samabidhalik walam yakun bid'atun shariyya lian s'unna iqtadat anahu amalun salih n'am l'an 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 kalla walau l'a kawf l'if tirat kadd zala bimauti s'al l'an ila akhira et ils ont fait salat tarawiyah kadd kadd kya'il il peut se poser la question pourquoi à l'époque d'abou bakar ils ne l'ont pas fait l'an 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 il a l'an 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 il a fait un ramadan ou deux ramadan l'an 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 والشغل ببعض الأمور ربما إليتي مشغول عن هذا فقط عمر تعلمون أن سنخلافة إليتي بوكو بلون من توفيق الله عز وجل أنه إلى فغو بيفق ستسنة هذا الكلام لشيخ الإسلام من كتابه النفيس اقتضاء الصراط المستقيم قال الإمام الشاطبي كذلك وعند ذلك لا يجوز أن يستدل بها أي بقول عمر نعمة البدعة هذه تَهَا بَا لَيْدُوا، عَرْخِ الْكَرِيمِ بعد Uganda بعض التحقام السهوية يعني أن Soon إلينا عمر علي blurry على المعنى اللغوية نعمة البدعة هذه أي من حيث اللغة أي عمر إلى غفن شوز كبه ديسبرو قال على جواز الابتداء بالمعنى المتكلم فيه لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه نعم سلوك يستدل بهذا الأثر أن هناك من البدعة يدي بدعة حسنة هذا في الحقيقة إلى حرف سلوك تحريف إلى تدفع من الكلام ولا يجوز هذا لا يجوز أبدا فسلوك يكمن بمثل هذه المسائل وفتعلًا وان يجوجد من الهل كذلك من الشبه سيكون له بعض الناس يسقطت لهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سنة في الإسلام سنة حسنة يُمنثل وكذلك من الأشفة من سنة في الإسلام سنة حسنة بعض الناس يُمنثل أن يلغى أن لكم أن يمكننا يختطر أن تحريف كيف يمكنك نعمة البدعة يمكن أن يتعدها سنة حسنة ويستدل بهذا الحديث سؤال كذلك الإمام عبدالعزيز بن باز عن هذه المسألة قال سؤال هناك هل هناك تضارب بين هذين الحديثين ils lui ont demandé يا شير est-ce que ces deux حديث ils se contredisent et ils lui ont cité le حديث كله بدعتين ضلالة qu'on a vu ensemble et ils lui ont cité le deuxième من سنة في الإسلام سنة حسنة ils lui ont demandé est-ce qu'il y a une contradiction و هذا سنة طيب ce genre de question c'est طيب tu as un حديث, tu as un deuxième pour toi il y a une contradiction tu n'arrives pas à comprendre, tu demandes يا شير, tu te téléphone, tu appelles tu demandes à un frère qu'il appelle pour toi et non il se tient d'accord sans parler, il y en a si tu parles ou te trompes ça te tabbe ça te tabbe, il faut revenir sur ton قول il faut prendre cette habitude فسألوا أهل الذكرين كنتم لا تعلمون هذا السؤال c'est طيب, on a deux حديث كل بدعة ضلالة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة حديث العربال سين قاعدة سين غاقل كل بدعة ضلالة بقي الآن لدوجب حديث من سنة في الإسلام قال الشيخ بن باز أما قوله صلى الله عليه وسلم من سنة في الإسلام سنة حسنة فهذا الحديث في إحياء السنة وإظهارها هذا الحديث من سنة في الإسلام سنة celui qui fait une سنة حسنة il fait revivre une سنة قد يقول قائل نحن نبخوظهر الحديث من سنة في الإسلام سنة حسنة ce n'est pas cité dans الحديث qu'il l'a fait revivre qu'il l'a fait revivre cette سنة لكن هنا فائدة مهمة que الشيخ بن باز va citer قال وَيَدُلْ عَلَا هَذَا سَبَبُ الْحَدِيثِ هذا من العلم النفع de connaître سبب نزول الـ آية أو سبب الحديث لأننا تعلمون أننا لدينا لدينا سبب نزول الشيخ مقبل ابن هادي رحمة الله عليه il a rassemblé les أسبب صحيحة il a appelé son livre صحيحة أسبب النزول هذا il te montre certains versets il a un سبب صحيح et il le montre كذلك الحديث et هذا c'est un علم نفع وَيَدُلْ عَلَا هَذَا سَبَبُ الْحَدِيثِ فَإِنَّ سَبَبُ الْحَدِيثِ أنَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ رَأَى جَمَاعَةً مِنْ مَضَرْ مَضَرْ c'est un endroit النبي صلى الله عليه وسلم il a vu un groupe de muslimines ils sont venus lui rendre visite مِنْ مَضَرْ c'est un endroit ils sont venus lui rendre visite au prophète صلى الله عليه وسلم et il les a vus قال أشهر مباس قَذْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ ou هذا c'est من الحديث قَذْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ الْفَاقَ وَالْحَاجَةِ فَخَطَبَ الْنَاسِ بعد الصلاة صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم il a vu un peuple مِنْ المسلمين qui est venu rendre visite au prophète صلى الله عليه وسلم مِنْ مَضَرْ et tu voyant eux la pauvreté tu voyant eux la fatigue النبي صلى الله عليه وسلم a fait sadaqa pour eux a s'entraider كَبَقَالَ عَزَّ وَجَالُ وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى ثم un homme il s'est levé il a fait sadaqa un deuxième il l'a vu il l'a suivi un troisième un quatrième le premier il a ouvert un bâb de khair الدال على الخair كَفَا إِلَهِ كَبَقَالَ celui qui fait un khair il montre un khair et les gens il suivent إن شاء الله il a la récompense الآن si tu connais est-ce que قَوْلُهُ مَنْ سَنَّةِ وَالْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً est-ce que الآن il a inventé quelque chose في دين الله عز وجل أبدا أبدا il a fin sunnah que le Nabi SAW il a incité il a ordoné في كثير من الحديث ومن الآيات الأمر بالصداقة والتعاون entre muslimين que ce soit zakaat wajib ou autre هذا معروف هذا الصحابي الآن il a fin sunnah لكن قَوْلُهُ مَنْ سَنَّةِ الْإِسْلَامِ أي ce صحابي ça a été le sebeb le Nabi SAW قال من سَنَّةِ الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً أي ça a été un exemple il a fait revivre cette sunnah les gens ils انتبهوا لهذا إن شاء الله il a la récompense la récompense de sa sadaqah il a la récompense d'avoir montré aux autres هذا la réponse عن هذه الشبهة alors في الحقيقة الآن c'est clair c'est واضح أن البدعة كلها ضلالة il n'y a pas البدعة حسنة أبدا البدعة كما قال Nabi SAW كل بدعة ضلالة أما les أثر ou les حديث que بعض les gens ils utilisent ils ne sont pas leur place فالحمد لله on a répondu ثم قال بعد ذلك l'imam Ahmed رحمة الله عليه قال وَتَرْكُ الْخُصُمَاتِ وَتَرْكُ الْجُلُوسِ معَ أَصْحَابِ الْأَهْوَا كثير بُكُتْ قُوب كما قال Nabi SAW ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها بالنار إلا واحدة أهل الحق يسون قليل فأخي حافظ على دينك انتبه لدينك سينعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمدخس طريق بإذن الله عز وجل سينعم هذا الإسلام حافظ عليه حافظ علي ومن الحفاظ على هذا الدين على هذه النعمة سيدنو بافخ كنت أهل الباطل قال عز وجل وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُوا يقول إن صفحانك فلا تقعوذ بعد الذكر مع القوم الظالمين فلا تقعوذ مالهم يؤذص يأتي معه يرغمه يقول المبتدع يحارب السنة والأهل الحق فلا يجوز لك أخي الكريم ست نعمة ثم تتملنج مع واحد كي قمبأ ست نعمة كو الله سبحانه وتعالى يتعيني سيبا من الشكر فالحذر الحذر من أهل الأهواء الحذر كي فإن ستكون دي كوفار دي مبتدع كي قلو قلق سيحارب السنة والأهل الحذر والله هذا القلب يحضر جدا جدا خاصة أن نحن نعفر كلك الإيمان يحضر والله ربما أسعي أن يكون هناك مبتدع ربما أين شيء تنهي يحضر قال الإمام الشوكاني رحمت الله عليك في هذه الآية موعدة صحيح سنقبل بعض الناس يسو ملغم يسو ملغم يسو ملغم يسو ملغم قال عز وجل فلا تقعد سنهي إنتردونا ذلك إلى أهوائهم المضلة وابداعهم الفاسدة انتبه القوم يسو ملغم القوم أقصد الهل البيد يسو ملغم كتاب والسنة يسو ملغم السلف أبداعهم القوم يسو ملغم الهل الهل يسو ملغم الهل النافس القوم يسو ملغم دعوار سئو ملغم وابداعهم سفر دعواتاك وراء أنصب لا تخلي لا يبدو ت Vorteناع resonانا ربما تتخزه انت انت هوه يجب هذه احنا هذا دين c'est نعمة فا اپنا امام فا امام نعمة تتخزه تسير فا امام تتخزه فا امام ظالمه تفخرج من ابدا قال الابام الشوكاني فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فا اقول الاحوال ان يترك مجالسة ان يترك مجالسة ست winter أكمل لنها أسفتها أنكم لماذات surrounded كيف أن كاف أو لنها إن واشت like إن أكبر اغتقل يمكن أن تخفي بوارس يمكن أن يحطط الأشخاص يمكن أن يسمع два فصلة إصداء لك إلا كما قال من شوكاني فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم أنت تضعف تغفى بلس ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها أنت تمنزله وتواجب عليك سيدلس لي خلاص تغفى تنواجب ولله الحمد تغفى تنواجب وما عليك لست عليهم بمسيطر وقال عز وجل إنك لا تهدي من أحبقت ولو سيسن بخش ولو سيسن بخش homes يكون جد quد ب bricks فاتذك بخش مت مع 착شب ولكن سيسن بخش قتلBecause لا شكفي فرد السم ولكنه لا يوجد يوجد منه فَتركوهم بلologne قال الامام الشوكاني قال وَذَلِكَ يَسِيرَ عَلَيْهِ غَيْرُ عَسِيرٌ ذَلِكَ يَسِيرَ فِي الْحَكِيقَةِ مَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ سُبْحَنَهُ وَ تَعَالَى سَيَسِيرٌ يا رب كل يدر سليلا عزاو جل تُعرّفت تون دين اولا ثانيا تُعرّفت تون شر كل دلس يتجرى ما دموك يتبلس أو ربما يفيد مخالفة أمامك ستبلس والله في مجالسة أهل الأهوى يكجو خير أو في ترك مجالسة أهل الأهوى يكجو خير يا جماعة فقال المم شوغاني وذلك يسير علي غير أسير نعم العسر c'est la difficulté اليسر c'est la facilité الحقيقة c'est facile لكن بوغسلوه أكي الله سبحانه وتعالى يفاصل فالدعاء كالله يتوفق كالله يكجو أهل الأهوى منك كالله سبحانه وتعالى يتفاصل تعيشت عليك أهل السنة يتباسي معهم قال المم شوغاني وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عن ما يتلبسون به شبهة يشبهون على العامة هذا سيلمفسد عظيم فنسوى لا يساعد ذلك يا أخي والله لفد كتو مخشى بك أه كما قال المم شوغاني ربما eux ils vont dire انظر فلان من السلافيين فلان من الهل السنة il marche avec nous il n'est pas comme vous vous êtes trop dur أنت ils se servent de toi فلان من الهل السنة هل تعالى يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عن ما يتلبسون به شبهة يشبهون على العامة et ça tu le vois أحيانا tu le vois وَهَدْ اِلَا أَعْفِ يسَ مَلَجَهَوْا وَهَدْ اِلَا أَنْضَعْفِيهُمْ وَهَدْ اِلَا أَنْضَعْفِيهُمْ أبداً والله حتى تلغ حتى مثلاً إنترنت ce qu'ils appellent الآن فروم هذه الأمور لا تخاليطهم أبداً تقوم بكثيراً على السنة والله حتى هذا لا تطمئن ربما إلى دي مليت كيلومتر لكن ربما إلى كنشبه لغاً تطمئنك الحرس الحرس الاجتهاد الاجتهاد تسا منهج السلف تسا منهج السلف celui qui veut طبق celui qui veut appliquer celui qui veut avancer هذا لذلك فليتنافسي المتنافسون قال إبام الشوكاني بعد ذلك قال فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر حقيقة لفت كي رسطا فيك أول منكر أنه إلأكوت الباطل أول منكر أنهم إلأكوت الباطل فأي منفعة سيكوى الآن فائدة دوست ملنجا وك هؤلاء يَا أُكُن فائدة أبدا والله ضرر والله ضيق ربما ظلم أكوز دوست مجالسة يا أخي إخوانوك أهل السنة يسا كثير والله الحمد والله والله تم تحسن لك تَمُكَرَم مُعَزز تَتُمِنْهَج تَتْتَيُفْهِرِ تَتْتِي فْخَيْرِ تَتْتِي لِي کُتْتِي لِي دورُوس تَابَنْسِ أَعْلَمْهُؤْتِبْدَى أنه تَتْتَيْبَسِلَ لَبَدًا والله تَتْتَيْبَسِلَ أَهْلِ الْخَيْرَ أَهْلِ الْحَيْرِيْرَ وكثير إذا تعتقد أن تعتقد أن يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب المرء مع من أحب أي لا لا تقصد أن يتعلم أن يوم القيامة يوم القيامة أي يوم القيامة تسعى ذلك سكتان تبع تسل تعلى منهج الرسول منهج الصحابة تمنهج أهل السنة والجماعة الصبر الصبر ويجع إنها العبادة يجب أتدعون يجب أن يتحدث هل سأتدعون يوم القيامة وكثير ومن ثلاث من الزث مع أهل الأهوى يجب أن تبقي لأن في الواقع الآن بعض النص المنهج الأسل ويجب أن يرغل في بعض المسائل لأن النص المنهج الأسل من ثلاث إنها نصري الأسل ومن ثلاث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحكاب كيف جعلت المسقيين ويبس أنت عندما نسألحك أحكاب الأعمى الأشات وسلسل المسكوه إن أتيله الص verrática لو علي لكن لكل مقام مقال تت demander مع عدن σتطิ مع عدن عدن أت Steph مع إيط جدا يmons نفق صلى الله عليه وسلم في المسجد كما في حديث أنس فيما أذكر في الصحيح في المسجد وقد أغنى في زاوية من المسجد في المسجد وقد أغنى في المسجد لا يعلم لا أحده الصحابة رضي الله عنهم غضبوا كيف هذا يغنى في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تركوه كأننا أصحابنا في الإنترنت الصوت ليس واضح كيف الآن أصحابنا في المسجد أن الناس يجب أنه يفعله يفعله هذي هذه الآثار و هذه الأدلة فلاغولوا نحن نعلم كيف يفعله كيف يفعله الله يفعله ثم يفعله يتركوا في المسجد أرى أنه يفعله بعض الأساس ترجمة نانسي قنقر 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 صح Roth أ Ri diffé sun إنки أ قال رحمة الله عليهم لا 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 سأقيد فقال لسانه بإنقر قال ليك سيت liيلة صحة بكتاب الله قال لي كتاب الله ت as l'koran we are not wrong we want to cite le Koran why do you not listen even avecها there is a lack said Abu Bakr Muhammad ibn Syria Definitely there even with each there we don't need Namoanakashat Cinin situation Dans Csikan Les G выполnou în internet et Ap disappear dengan Namoanamashat seu To die In doing Naqashat They Namoanakashat FEC فلاني لديك Cam knowing تس niet يا أخي ترك تس poker كل كافة تُمق تت الإ cut طوال يت Natürlich حولة talk الشباب وينجش الشباب الشباب يُ mating الذي يشبه قول قول القول يحفظ تقول الملماء والطلابات العلم يجبون وله يجب عليهم بشفاء وهده يجب على سكر وغلق الناس لكن يَغَرَغُ يَغَرَغُ يَيَنَهَ يَجَبَرَهَ يَعَرَغُ يا إخوان يَعَذَيَعَ يَعَدَيَ يَعَدَيَ ترَسرِّكَ تُبِّيَّنَ تُبِّيَّنَ تِبِيَّنَ تفحصت إنه تظاروا أني بصير هذا من العلم يجرر في تعلق بمثل هذا قال أبن بسيرين العمت الله عليه لاتقومانني عني يَنْ مَا بُوْوْ لَوْا نَعُنْهَا يَنْ مَا بُوْلَوْهُمَنَّ يَنْ مَا بَوْوْلَوْوْا نَعَمْتُ لَوْا نَعَمْتُ لَهُمَنْهُ أو أَوْ جُمَلَيْهُمَنْهُمْkk فهوكه في ملتقابه يجب أن تقول تقل الله في نفسك تقل الله في نفسك تقل الله في نفسك تقل الله في نفسك قال محمد بن سيرين بعد ذلك بعد ذلك بعد الناس ils ont dit يا أبا بكر يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله يا أبا بكر وهذا هو المآتقار و هذا السابق الذي يساعد ليه فوقه للمحامد من سيرين و هذا أنه سعيد من النصر ين أجل أن يتقال مساء ماذا لا يتحدث عن harp فوق أقول للمحامد من سيرين فوق أنه يرسل يجب أن يقرأ أهل يتوقع أنه يقرأ يجب ان يحرفه يطالع سيدك أهل يجب أن يدفعه يجب أن يكون أدفعه يجب أن يجب أن يكون يجب أن يجب أن هذا يجب أن يجب أن يحرف's تحرفه الأرض لا تدري لهذا الآثر صحيح وقال الإمام الداري من رحمة الله عليه في مقدمة سننه كذلك حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن الزيد عن أيوب نعم حماد بن الزيد الإمام أيوب معروف استختياني قال رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلقي بن حبيب سعيد بن جبير فعمل زلي بن عباس يا إخوان الآن هؤلاء سنوزك زومب هؤلاء الآن ابن عباس سنوزك زومب كل هذه الآثار الآن الآن الدين il est fondé sur le ménage هؤلاء هل تفهم les sentiments في هذا الباب والله ça va très vite quelqu'un يتحدث ماذا تتخو دور regarde مسكين il est triste هل تفهم 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 لسهر لا يجب أن تتعامل أفضل اليمنان يجب أن يجب أن يساعدك فلا يجب أنه لا يجب أن يساعدك فباله ببعض لده ونحن تساعدك فإنك نحن أنه لا يجب أن يساعدك فإنه لا يساعدك كما قال سعيد من الجوب إسمع قال أليم عرق جلست إلى طلق ابن حبيب يقول أيوب أجل أنت تتفقى هل سمو تقول؟ أيوب قال نعم قال السعيد لا تجالسن نصيح إذن أنت لا تسوى بكزي في رفكan و similar симirmi أبدا الإمام قال لا يمكن أحد منكم أدونيهم عن ذي هوا أبدا يجعل هذا أبدا رفكة أبدا حرقك أن أنك لا تريد أن تنقر للأزرح للأزرح أنك لا تكون أعيباً يقول أنك هناك أزرح لديك شخص هذا ي PREPARE إنهم يم & يتنقل يستعمل الإصلاح يقوم بالإصلاح ويثثوا إنه لا يؤمن إذا لم يكن أعيباً إنه لا يؤمن الله سبحانه وتعالى يهل تحكمه وقال إنه رحيد رحمت الله عليه كما يقولون مسانه ابود الجزاق كان ابن طاوس جالسن ابن طاوس le fils de طاوس un imam et son père c'est un imam قال كان ابن طاوس جالسن ابن طاوس il était assis فجاء رجل من المعتزلا فجاء الله يتكلم il est assis avec son fils ابن طاوس il est assis avec son fils un مبتدع un معتزلي il vient et il veut leur parler il veut parler à ابن طاوس ابن طاوس il est avec son enfant قال فأدخلا ابن طاوس اسبعيه في ادنه وقال الابنه ابنه ادخل اسبعيه في ادنه واشدد ولا تسبع من كلمه جاء le comportement qu'il a حتى avec son enfant ابن طاوس il a mis ses deux doigts dans ses oreilles pour ne pas entendre le calame pourtant c'est un imam c'est un imam il pourrait repousser لكن il ferme les portes c'est pour ça qu'ils ont préservé leur dîme c'est pour ça qu'ils ont propagé le dîme les gens ils ont fermé les portes avec اهل البيدعي والأهوة tout le monde ils se sont consacrés au ilm ils se sont consacrés au حب ils se sont consacrés à الداعوة et ils montrent aux gens et quand il faut le râde il y a des moments il râde اما tu es assis Farig il passe Farig Farig ça veut dire il n'a rien à faire il n'a rien à faire il moubta il passe il veut te provoquer tu penses quoi de telle chose tu t'exploses oui Allah left toi par si ça Moubta bouge tes oreilles c'est un chie pour ça il y en a dans les ils n'ont rien à faire tout le monde il dit à son fils bouge tes oreilles اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر لكنه لجمع سنة لكنه أتمنى ما هو ولكنه وكان هذا جيد ما نتشيره يا أخي تتك الله والله أنه سيسا مبتدع تعيب انه يغب بخارج تعيب اللعقاء يعني أنه قال وانه يغب بالنسبة يعني أنه يغب Bulع مع تت voluntائي وانه تهد بالنسبة مع تحدي أبل جزاك الله خاير اما مبت طلع من حرف في سيكسي ان تể shoot omdat يتجعله ان تقوموا ما يقوله وان方面 تقوله يتخرج سوف تشير الصراحة يقوله يقوله ان تضرب أعصى ثقبت أفضل هناك أين آ Bea أينium تبث الآن على الفرير التي تسمي على أنك لفراما سابقا لا تسمى بإمكانك تسمي عبر على ذلك تسمييها فرين من عارفة مرفضة تسميها لا تنسى كم أن نسى فلا نسى هناك أخي لديه لا مثل أخي مدني لديه人 لديه لا أعجب هذا لا هرس الأخير في طلب العلم ونسألت لكن هذا ملغي كل واحد ينسألنا فلان ينسألنا من تلك المدين يقول لا يوجد أحدهم يوجد أحدهم يوجد أحدهم يوجد أحدهم هذا لا هذا لا الحرس في طلب العلم ون تقلقنا في هذا يسمع ون تقلق هذا ون تقلقه ون تقلقه من مفضل بن مهالهل رحمة الله علي كما يقلقه بن بطة قال لو كان صاحب البدعة إذا جلست إلي يحدثك ببدعته حذرته وفررت منها يتموتخ المكر المبتدع سي أو ديبا يتسيط البدعة يتجي مثلا جنبا الشيخ فلان يتسيط ديبداع يتموتخ ربما تبال درسي لكن المبتدع لدي المكر خداع تلبيس شبه هذا المبتدع يبالبس عليك يبالفق جمال يبالت تتخمبي ماذا يفعل قال ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بده مجلسه يتخل عليك بداعه على слово عندما تتعلم يتخل عليك بداعه في بداعه ثم ديك تت labor AWS يبدأ 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 المفرد بداعه تقل إذا كانت تترمي ترجمة 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 القراءة إنها تكرع حسنًا حسنًا تحصيح في الكمال حسنًا كل أحد يطلبونه فقط هذا العلم إنه يتيح ارين عندما يكون هناك ستعرض بمساجه السرل ومن خلالات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يثبت الجميع وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة